تحية الصباح لكم أصدقاء صباح في كل مكان وتحية خاصة لكل الانضم لمتابعة الساعة الثانية من صباح الشروق مجموعة من النوافذ المفتوحة دائما على كل مساحاتنا السودانية ونحيي من خلال الصباح دائما أصحاب السعي الصباحي وتحية خاصة لربات البيوت صحبات السعي الصباحي الأعظم ونحيي كل حاملين رسالة السعي والكسبة الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد في أرزاق موسيقى 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 في الأسرة كلها ماء في الزهول وغيري عنا والحمد لله شغال درست ودرست معهد هنا في إشارة الغاوي المعهد الألماني ثلاثة سنوات طلقت منه ودعين ترسمي في شركة المعايفة والحمد لله سيشغالين شغال معهد المعايفة أثناثة سنوات والله أكثر حيالنات بيجيني عشان الشغل النظيف في تكفيل المكنات يعني المكنات دي أنا بيشتغل المكنات دي أنا دي الزل بيقول لك المكناتي مابتشتغل الى تغييرها لكي أنا بريقوم بها يا بأميرة أجب ازبيض أصلية والحمد لله الناس هل ه البتاجيني هي المكنات يعني كل العرباء جازو البنزين كروزة كلهم قاعدت أشتغل بمكنات يعني في مجال المكنات دي الحمد لله أنا عاري أقفل لك المكناة 5-6 سنب تكون انا بيمان بس انت تغيير الزيوط والمصافي تحافظ على البرنامية البدء لله العربية وعندنا الحياة الثانية العربات الصغيرة هذه حاسة في الخريبة لديها مشاكل بتاعتي موعة نحصلوا هنا في هذه البيعات العربية قشلت بموعة وشربت موعة تربط لدينا المكنة مالله الصباح بناجي الساعة 8 صباحا بنكون هنا في الورشة بنطلع 5-6 على حسب الشغل لا أديكم من الصغيرة حاسة أننا وخدنا هنا هاسة قلت عربية بالترتل أنا قشلت بها في الموعة عندما تخش الموعة لا تستعمل الأبنص ترفع رجل من الأبنص العربية تدردك برا بتمشي لأنه عندما تدوس الأبنص العربية تشفط الموعة بالسايف يتودي لك الرأس والمنافول العربية تجير تاني وتمشي معك إلا تفكى المكانة أو تفكى الحياة نجيلة وخليتها والتكسيمة تطلع برا الشارع بس أنت تكون حافظة الشارع يكون نظيف تكون ما فيه حفرة العربية تدردك برا بتمشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة